جثة بالقرب من ملعب تدريبات منشستر يونيتد ما القصة؟ يبدو أن كل الظروف الغريبة قررت أن تحيط بكل ما يخص نادي منشستر يونيتد الإنجليزي فالواقعة هذه المرة خارج حدود ما يخص كرة القدم والمستطيل الأخضر فتح التحقيق في جريمة القتل بعد العثور على بقايا بشرية ملفوفة بالبلاستيك على بعد أمتار قليلة من أكاديمية تدريب نادي منشستر يونيتد تم اكتشاف الأمر من قبل المواطنين بعد ظهر يوم الخميس الماضي في منطقة غابات كيرسال ديل بمدينة سالفورد وتم إغلاق المنطقة المحيطة بمرفق ذاكليف حيث اعتاد منشستر يونيتد التدريب سابقا وهي الآن مقر أكاديمية النادي وقال متحدث باسم شرطة منشستر إنه على الرغم من عدم تحديد هوية الجثة فقد تم بالفعل إطلاق تحقيق في جريمة قتل ولم يتم القبض على أي مشتبه بهم بعد ووفقا لمسؤول في شرطة منشستر فإنه لم يتم التعرف على هوية الضحية بعد ويأتي هذا الاكتشاف بعد أيام قليلة فقط من إطلاق تحقيق في جريمة قتل جنوب لندن بعد العثور على بقايا بشرية في حديقة عامة في كرويدن ترجمة نانسي قنقر